مع المطلق نسافر بالقلوب مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب أحاديث تهز الروح شوقا ويغسل غيثها أثر الدنوب بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشان السكينة والسناء أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروب مع المطلق نسافر بالقلوب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة مع برنامجكم والذي نستضيف فيه معالي شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار علماء باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ حياكم الله شيخنا وأنا أرحب بك وبإخواني المشاركين المشاهدين وأخواتي المشاهدات والله تعالى أسأل والله تعالى أسأل يجعل لقاءنا مباركة ويلهمنا فيه السداد ويعيننا على ما يقربنا منه الله يحسن إليكم شيخنا كل يطلب البركة في ماله في صحته في أبنائه وغيرها إلا أن هناك أشياء تمحق البركة سؤالي معالي الشيخ ما معنى محق البركة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هي البركة من أجل أن نعرف نزولها أو محقها البركة خير إلهي يضعه ربنا جل وعلا فيما يكون في متناول العبد من مال أو وقت أو عمر أو شرف النعم التي يعطاها العبد فالنعمة المباركة التي يكون نفعها حسنة ويمتد نفعها على الإنسان مدة طويلة ويحصل به خير بها خير كثير فالبركة خير إلهي يضعه ربنا جل وعلا وقد حثنا جل وعلا أن نطلب أسباب البركة قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن ما الذي يكون سببا في نزول البركات الإيمان والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق البيعان يعني البائع والمشتري فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما إذا صدق في البيع وبينا العيوب وما في غش بورك لهما في بيعهم نزلت البركة وإن كذب وكتم ما محقت بركة بيعهما فالمحق هو ذهاب البركة وأن لا يجد الإنسان راحة فيما نزلت فيه عقوبة المحق قال الله تعالى في الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق لهذا الربا لا يجد آخذه آكله أو موكله بركة يفقد منفعة المال التي تجلب له السعادة لماذا؟ لأنه أتى على أسباب المحق فالبركات التي ينزلها ربنا جل وعلا تحتاج إلى لزوم الطاعة والعمل بمنهج الله يقول الله تعالى وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ إذا حسنا العمل نزلت البركة ونحن هنا نذكر بأن المسلم يجب عليه أن يطلب البركة وأن يبحث عنها ومن أسباب البحث عنها التسمية التسمية سبب من أسباب حصول البركة في الأكل في الشرب في اللباس في العمل في أي شيء إذا الإنسان ذكر اسم الله ابتعد الشيطان الشيطان هو بريد المحق هو الذي يبعد الإنسان عن أسباب البركة فنذكر إخواننا بالتسمية ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه باسم الله فهو أجد فرواية أقطع والمعنى أنه منزوع منزوع البركة نعم يا قيم طيب ما هي الوسائل لاستجلاب البركة؟ هل هي وسائل حسية أو معنوية؟ أو كيف معني الشيخ؟ أنا مريت الآن على بعض الأسباب فمن الأسباب الإيمان والتقوة ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم برشات من السماء ومن الأسباب إظهار حقوق المال وآتوا حقه يوم حصاد وكلنا نعرف قصة أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبعين ما هي هذه القصة؟ أبوهم كان عنده بستان وكان يعطي ثلثة للفقراء والمساكين وثلث يأكله وثلث يشتغل به في إعادة الزراعة لما جاء أولاده قالوا ليش نحت المساكين؟ لا 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 المساكين يأتون بعد طروع الشمس قالوا خلونا نقطع في الليل فإذا جاءوا الصباح لا يجدون شيء فأقسموا نجي ببترين إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليه عقبهم الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صاعقة جاءت وحرقتها ونحن الآن نشوف الآن الصاعقة تنزل على المزرعة تهلش النقل مثلا تنزل على الإبل تشوفهم ساكين سدحات الصاعقة تحرق إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت صعيم هذا يا إخواني من أسباب لزوم البرشة يظهر حقوق المال وإعطاء هؤلاء حقوقهم وآت ذا القرب حقه والمسكين يعني عطح حقه وابن السبيل قال والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل للسائل والمحروم نعم وأما ممحقات البرشة فهي كثيرة جدا يعني الأسباب التي تأتي بالمحق كثيرة جدا أهمها أو من أهمها جحدان النعمة إنسان إذا جحد النعمة محقات البركة رب العالمين يقول وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ وَشْمَعْنَا كَفَرْتُمْ جَحَدْتُمْ النِّعْمَةِ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اشْكُرُوا نِعْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ عَدَمَ الشُّكُرُ سَبَبًا فِي مَحْقِ الْبَرَكَةَ وَالْنُزُوعِ وَنُزُوعِ قال الله وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كانت آمِنةً مُطْمَئِنًا يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والشاعر العربي يشقول إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر لله فإن الإله سريع النقم إذا عصيت الله يؤسك أن تنزل بك عقوبة ولنا في قصة سبأ آية الله تعالى قصها لنا لأي شيء للعبرة لقد كان لسبأ سبأ مملكة في اليمن الله عطاهم أماكن جميلة غروس وانهار كل شيء لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ها واش حصل لم يشكروا ابتعدوا عن منهج الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرم الله أفسد حضارتهم بالماء مثل قوم نوح ومثل فرعون الماء ترى الماء أحيانا يكون عذاب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل تحولت الجنات الغنى اللي فيها فواكو وخضر كذا إلى أذل وشيء من سدر قليل مهم راحة النعم راحة النعم هذا يا إخواني يجب علينا أن نحافظ على النعم بالشكر وأن نبتعد عن إزالتها بكفرها والله تعالى قال لنا في قصة سليمان وشكره وشكر والده ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فالشكر به تدوم النعم والكفر لهجحود النعم واستعمالها في المعاصي هذا من أسباب زوالها وتحولها نسأل الله العافية والسلامة إلى يعني عقوبات وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الشكر والشكر النوعان شكر عملي وشكر قولي شكر القولي الحمد لله والثناء عليه وكذا لكن الشكر العملي اعملوا آل داود شكرا لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك كوثر وش الشكر فصل لربك وانحر عملي عملي هذا شكر عملي والمؤمن مأمور بأن يعني يلتزم أنواع الشكر التي تديم النعم عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود الشكر إذا مر عليه خبر أفرحة سواء كان جلب خير أو دفع شر فكان صلى الله عليه وسلم يسجد سجود الشكر ومن أعظم ما يجلب للإنسان المحق أنه يبتعد عندك الله عن الصلاة عن عمل الأسباب جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع إنا نأكل ولا نشبع قال فالعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه يعني الذكر والاجتماع فإذا اجتمع الناس وذكروا الله كان ذلك سبباً في نزول البركة وأيضاً إذا دخل الإنسان بيته فسلم قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة مباركة طيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إذا درقل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان إعياله لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأولاده أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم نعم الله ينفع لبعلمكم مع علي الشيخ وإجزيكم عننا خيراً تختمون بخاتمة مع علي الشيخ نسأل الله تعالى أن يرزقنا البركة في أموالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأن يعيننا على الأسباب التي تجلبها ونسأل الله تعالى أن يبقي على هذه البلاد أمنها ودينها واجتماع كلمتها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع قرابتنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكركم معا للشيخ على يتهى الفرصة لنا والشكر موصول لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروبي مع المطلق مسافر بالقلوب